أهلا وسهلا بكم طلابنا صف السادسة السعدادة ورجعنا تنكمل معكم سلسلة اللي بديناها وهي اللي تتعلق بالمراجعة السريعة وهي طلاب يقولون يعني هي هاي اللي ندرسها كلش كافي هاي مراجعة سريعة لأهم المواضيع وشلون يجنه وشلون اللي يحتاج نحفظهم إملاق وشلون تقراهم وشلون تقسم وقتك عليهم أما الشرح التفصيلي فراح تلقوه فيه فيديوهات يعني مفصلة ناشريها على انترنيات تجيرون تلقوها هاي القناة أو بالقناة السادقة اللي راح أعرف لكم الرابط مالتها أسفل هذا الفيديو هاي من ناحية احنا كل موضوع ما راح نذكره راح نطي نبذة ملخصة عليها هاي من ناحية من ناحية ثانية طلابنا العزاء هاي اجتنا اسئلة حول الإسقاطات أكو طريقة لحل الإسقاطات الإسقاطات هي مثل القطعات خارجية يأما تجي تلقاها نفسها يعني هو موجود تمرين بالكتاب تقراه وراح يجي نفسه أو يجي لك الكلمات تلقاها من الكتاب لكن الجمل يعني خارجية وهذا نوع من الأسئلة اللي يعني شوان إلا طريقة المعنى انتشر فيديوه انه هاي الموضوع راح يقرح له حتى نعرف مثلا نعرف انه هاي الكلمة اسم أو صفة أو فعل وبعدين نعرف مكانه يعني مثلا الفعل راح يلقاه بعد الفاعل الصفة راح نلقاه بعد الكينونة أو بعض الأفعال اللي تجي بعدها الصفة مثلا لوك اسم أو سيم إلى آخره لكن هنا عندنا مشكلة وهي انه الطالب اذا يعرف المعنى وحتى يعرف انه هاي الكلمة اسم أو صفة فلازم يعرف معناها طيب اذا هو عرف معناها طيب بعد ما يحتاج راح يقدر يحلها بطريقة المعنى اذا احنا هلو اللي تتحاشون هاي الطريقة وتقومون التمارين الموجودة بالكتاب اما اذا جاباكم خارجية تعتمد على المعنى والمالتكم وحتى الأجابة الخارجية يعني مثلا راح يجيب لك ثلاث جمل من الكتاب وجملتين خارجية بتا اذا حلت جملتين بالكتاب البطئية راح يصير سهل عليك اليوم هتكلم عن الفصل الثاني مراجعة سريعة للفصل الثاني في الفصل الثاني مثل ما اتفقنا طلاب العزاء انه الاسئلة الوزارية تقسم الى قطعة خارجية واعفنانكم روابط وايضا راح نعيفلكم روابط كيفية حل القطعة خارجية تلقوها اسفل هذا الفيديو مع الوصف وايضا اسئلة القطعة بالنسبة للقطعة الموجودة اللي ياردنا هنانا اللي هي قطعة واجبات ضباط الشرطة مع الاسئلة الوزارية راح نعيفلكم لسنا مالتها وايضا نعيدنا القطعة الثانية اللي هي قطعة استخدر الله اللي هي الرادار وهي قطعة مهمة جدا بكل سنة تجي من عدها وايضا راح نعيفلكم اهم الاسئلة الوزارية اللي تجي مع هذا الفيديو طيب نجي الى القواعد بالنسبة للقواعد شغلنا العزاء شغلنا القواعد اللي تجينا مع هذا المؤورة في السورال الثاني فرر القواعد عدنا... الbr وعندنا الأدوات هذا الأدوات وعندنا الادوائز هاي المواضيع اللي تجي هنا لطلابنا العزاء يعني شانو ما انت اقول لك انه هاي كل واحدة بيها اداتيا متلافة الى اخره انت ما يحتاج تحفظ كل الادوات مانت الموضوع اللي تحتاجها هي يعني اداة وحدة يعني مثلا الريكوست يعني بكل سهولة دلنا ندخلي الى اداة وحدة اللي هي كان يو هاي المكان يو تيجي هنا لعني ودلنا ندخل بالمي اي اللي تيجي مع اليور بالنهاية راح تخلي علامة الاستفهام طلابنا العزاء هاي علامة الاستفهام ونقطع عليها درجة وطالما قدنا لك انه علامة الاستفهام ما اطلعتك هنا بالفيديو فشوفوها تمام هاي علامة الاستفهام والفارزة عليها العفور علامة الاستفهام ونقطع عليها درجة يعني متريك تكتب الجملة لازم تنزل الجملة كاملة حسنا الافا الافا بها هاي ادوات بس انت ليش تحفظ كل الادوات؟ تحفظ اداة واحدة تحتاجها واهم اداة اللي تيجي دائما اللي هي الشلايت 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 اللي بالاخير راح تخلي علامة الاستفهام الصجلسشين ايضا بها ادوات هواي لكن انت تحفظ اداة واحدة بناتهم حتى تفيدك بالامتحان اللي هي لتس وبالاخير تخلي نقطة انا من اقل لك تخلي نقطة وعلامة الاستفهام معناها ان الجملة تنزلها كاملة بالنسبة للأدوات نفس الحالة راح تخلي يو شد وبالاخير ايضا نقطة هذا اللي تحتاجه فقط زيان وانا ساتذة مشاركين انه هاي الادوات يجي وراها فعل مجرد اكيد هو يجي وارها فعل مجرد لكن ايضا هذا الشيء ما تحتاجه خلينا ناخد بعض النماذج الجزارية يعني على سبيل المثال مثلا نقول 2019 واضحا ايه كلمات واضحة جيد بال2019 شو الموضوع اللي ايجانه بالضبط هاي الجملة هاي الجملة هاي قالي نستعمل السجسشن هذا اللي هذه كل مغزة جيد ها نستعمل السجسشن مينج اللي استعمل السجسشن اخراه انتا هتنزل الجملة داخل البداية راح تخلي ويصير لنذهب إلى المنزل قبل أن المنزل 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 هذا اللي تحتاجه فقط سهلة ووسيطة ومع بيها أي مشكلة طيب هذا اللي إيجا سنة 2019 بالتمهين دي خلينا نشوف الدور الأول شين اللي جابه عنا جاملنا الريكوست مرغبط جاملنا الريكوست اللي هو الطاب احنا طلابنا هناك طلاب هواية ركزون على الولايت لكن هذا الولايت مدائم يعني يجي ركزون على كلمة ريكوست احنا الديور طالما عندي ريكوست وبيهايور إذا سنستعمل طلابنا وأساتبتنا العظماء الكبار أساتبتنا الذهب صح آنوا ياكم انه خارج المنهج كل شي يصير لكن احنا يعني يتكلم في حدود المنهج في حدود المنهج هو هذا المطلوب من عندنا طيب واحد يسأل يقول واذا اثنين هن ايجن يا اذا اجتنا المي واليور لا نحن نشتغل يا حدي الاجت بالبداية هي اللي نشتغل عليها طيب واحد يسأل يقول اذا اثنين هن ما ايجن اجتنا جملة لا بيها مي ولا بيها يور اهنان تقدر تخلي اللي تجبكي ما اجتنا هاي الحالة هاي الحاجة اللي يجانه سنة 2019 التنهيدي طيب اكو بعد شي غيرها روح يشوف 2019 الدور الاول الدور الثاني 2019 الدور الثاني لا ما اجتنا او ما اجتنا نشتغل 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 على هاي الجملة هاي الجملة اللي هي سنة 2019 الدور الثالث نظر موقع انا نقلبكم اياها اوكي سنة 2019 الدور الثالث انا جاني تسوي اقتراح فقط واحد تخلي لاتصير لاتصير نشتغل نقطة بالاخير لا تنزل الجملة كلها لان يحطوا الدرجة على علامة الاستفام والنقطة رجزوا بهذا الموضوع هذا فيما يخص هذا الموضوع طيب اللي هو السؤال الثاني طرع الطواعد يجينا هذا الشي غيرها هاي شبابنا الورود هذا الموضوع اللي هو الـ 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 صراحة ان هذا الموضوع من اسهل المواضيع اللي يتمر على الطلاب يعني شون من اسهل المواضيع اللي يتمر على الطلاب سووا بيه شغلتين بس شنو هاي شغلتين بالجملة الثانية الجملة الأولى تنزلها الجملة الأولى ما نتعلقة بها تنزلها ما تحدفها خلوش هاتش لما نزلنا الجملة الثانية ش راح نساوي سوي شغلتين أولا حدف ثانيا تحويل اوكي شنهدف و شنحول تحدث الـ وبحالة هنا فيها في حالة المثبت راح تلقى I think وبحالة هنا في راح تلقى I don't think تحذفهم راح تحذفهم أوكي التحويل شنحول تروح للـ is تصير should be وبحالة هنا في shouldn't be طيب شون نعرفها حالة نفي معدل I don't think راح تهذفها و إذا لقيت الـ will راح تصير should في حالة نفي shouldn't طيب خلينا ناخد مثال مساعدة و إذا لقيت الـ will راح تصير should في حالة نفي should خلينا ناخد مثال وزارة معارش شيف يعني مثلا على سبيل المثال جيش سنة 2014 الدور الأول سنة 2014 الدور الأول هاي الجملة اللي هي I've studied hard for the test so I think I've passed أوكي اللي راح نسوي شيرو راح الجملة الأول نزلها مان العلاقة بها I've studied hard for the test أكو فارزة أنزل الفارزة أكو نقطة أنزل النقطة ما العلاقة تشد العلاقتنا بيما إنو أحذف I think حدفناها والول أصير should يعني أصير I should pass وتريشون والسلمون فقط هذا المطلوب من عدكم سوونا أوكي هذا المطلوب هذا المطلوب هذا المطلوب اللي هو الـ expectation ونروح إلى موضوع اللي هو الـ الـ get والـ 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 هاي وقالها الـ get والـ والـ تمام تمام شمية أصاب الـ get والـ have الـ get والـ have شبابنا واحد عند وجود الـ ask تُحذف وما بعدها وننزل الفعل نحن 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 طلابنا نتكلم باللغة مبسطة جدا ليست لغة علمية ليست لغة تكنيكال تامس نستخدم لغة لغة لأن المطلوب يريد تفهم المطلوب لذلك أعلمي أعلمي أرجوك أرجوك لن تبقى انجلس إلا عند وجود الـ ask تُحذف وما بعدها وننزل الفاعل طيب هذا الحجي إذا عندنا وإذا ما عندنا الـ ask عند عدم وجودها أو وجود الـ ask هالمرة راح نحذف الفاعل شباب تحذف الفاعل؟ موهم شيء الفاعل له راح نستعمل ونستعمل الكلمة بعد حرف الجر زين نسأل دقيقة وهي كلمات العفو والجول ما بيها حرف جر ما نكتب عليها ملاحظة شنو هاي الملاحظة؟ في حال هذه ملاحظة نتبع النقطة الثانية على النقطة الثانية وان موجود هنا ما تستعملها في حال عدم وجود حرف جر ملاحظة شي تسوي لازم تخلي فاعل من عندك لازم تخلي فاعل من عندك هذا الفاعل مين أخلي من عندي؟ راح تلقى my إذا تخلي I من عندك إذا لقيت الـ his is he her she your you our we ما أصرف إلا مجال their راح تخلي they أوكي؟ فهذا الحاجة كله فقط من عجل الفاعل فاعل نكمل ها؟ طبعا؟ نضع نضع و had ليش؟ مو هي اسمها get to have نعم لكن راح نسويها got و had وراها العفو ها يركم ثلاثة ها يركم أربعة حدف حرف الجر إن وجد أكيد وخمسة وضع الفعل آخر الترتيب ويقلب تصريف ثالث راح نأخذ مثاليا وحدة بيها as وحدة ما بيها as حتى نفتهم شلو القصة وشلون نشتغل هذا الموضوع هذين جولتين موجودات عندنا هنا بالكتاب أصلا هنا موجودات مثلا هاي الجملة هاي الجملة هاي الجملة هاي الجملة شو الموافحة تقول somebody stole my television اوكي واحد عندنا as لا ما عندنا as عندنا عدم وجود as نحدف الفاعل somebody وبعضيا نستعمل الكلمة بعد حرف الجر احسنت ما من حروف جر الموجودات عندنا هذلك هاي الجملة 4 2 0 0 2 0 في حال عدم وجود حروف جر نستنتج الفاعل خاصة هاي جملة مفحة المبنية للمشهول لكن خلينا بلغة موسطة جدا ننتقل الى الخضوة هاي خلي الجوت نهدف حرف الجر ما عندي حرف الجر اخذ الفعل نخليه بالاخير ويخلف تصريح الثالث لان راح اصير my television stalin اخذ المثال اخر رأي الجملة عند وجود الاس نخذف الاس ونخذف الكلمة الوراها وانزل الفاعل اللي هو اي تغلب ال get الى got تمام نخذف حرف الجر اللي هو التو ماذا بقى عندي تعطني تفاهم الفاعل نزلت الاس هدفت هالصام بده هدفت هالتو هدفت هتحطيت ال got نضع الفعل اخر الترتيب ويخلف تصريح ثالث يعني my hair cut تصريح ثالث my hair cut هو نفسه cut اوكي بعد المثال اهلا بها اس قررينها نعم عندنا هاي الجملة شنو هاي الجملة يقول افوض المرافة took a picture of the witness عندنا وجود الاس ما عندي start as إلا ما عندي اس نحذف الفاعل وننزل الكلمة الاخيرة التي نجدها بعد حرف الجر اللي هي witness اوكي تقلب ال get إلى got او ال have إلى hat نحذف حرف الجر ال off تعال نشوف هاي حذفناها نزلناها حذفناها ندب قتلنا فعل ومفروض به عندنا اخذ الفرنش الله للأخير اصطير ابيكتشا ويقلب تصريح ثالث taken اوكي هاي فيما يخص get will have يعني هذا الاتفصار شديد للموضوع مثل ما قلنا قاعد نسولت فيما يخص الوزاري بطريقة مبسطة جدا جدا وليس الطريقة تفصيلية اوكي عندنا بعض الشيء نعم عندنا make السببية make السببية اش بيه ملك السببية اولا السبب شبيه نجده بعد because اهنا اصداد دقيقة وراحنا لديها فت من الكلمة احنا نريد السبب يكون اسم ويكون اسم اثنيا راح نخلي الميت ثلاثة نضع الفاعل بعد الميت هنا هناك مشكلة وهي هاي الظمائر يجب ان تقلب الظمائر 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 شبابنا اذا لديت الآية تقلبها me he he him she her they them we us خلصت لا ما خلصت تبقى عندنا اهم فقرة وهي اربعة تطلع اربعة نعم الفعل يكون مضارع مجرد يعني بيس يعني خاني من اي اضافة طيب اذا اريد نشوف ناخد مثال على هذا الموضوع وهي هاي الجملة اللي هي he looked outside because he had a noise طيب احنا شرح نسوي راح ننزل السبب اللي راح ننجا بعد ال because ستاب بيرا ال because ستاب بيرا ال because لقنا هواي اذا راح نختار الاسم اللي هو a noise a noise طيب راح نخلي المايت تمام نضع الفاعل بعد المايت اللي هي بس راح يقدر him وراها ننزل الفعل ويكون مضارع مجرد موقت لقت ونكمل outside تمام لكن مع هذا عندنا جملة واحدة وهي جملة شاذة ومهمة جدا ايجت مرتين بالوزارة شنو هاي الجملة يقول ماي ماذا طاد مي to turn down the music هاي الجملة ذا تحط لها made راح تحذفت told وتخلى مكانها made وتحذفت to هايش حالة قدرت تحولها بدون لا تحويل ولا سبب ولا اي شيء اوكي طايف فيما يقص made قبل ما نجي قبل شوية سؤال افنالكم عال got والهاد اللي دي get to have بالاصل شميهم ذالني ثوامي اوكي نكمل سوفر خمس دلائق وعلا سوفر خمس دلائق سوفر خمس دلائق اوكي 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 شرامي سوفر خمس دلائق لاحظوا يا نان هزا فانتهرنا من السؤال الاول السؤال الاول سؤال الثاني فرق اي نجعل السؤال الثاني فرق دي اللي راح يصير لي اختيارات اذا تلاحظ انو make اللي راح يصير made اللي يكون الفعل مضارع مجرد طيب وال got وال half دائما الفعل مالتها يكون تصريف دائما زين هاي بما راح تستفاد من عدها هاي يجيبوها بالاسئلة الوزارية صحيح هي ما موجودة بالكتاب بس يجيبوها بالاسئلة الوزارية يعني على سبيل المثال اذا ريد نشوف هاي الجملة شوفوا يعني طلاب من العزاء هاي جال لي جملتين stop او stopped اللي هي مضارع مجرد لو تصري ثالث احنا احنا عدنا made صحيح صحيح اللي نعمل made يكون مضارع مجرد انه راح يكون الاختيار stopped وهاي مو اقل لك دائما لكن هاي من الجمل يجيبوها للاطلاب بس سنل وراها 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 احنا عدنا made لو had نستعمل made لو had لأن هذا الصير احنا عدنا lock فعل مضارع مجرد اذا راح مختار ماذا كاتب هذا ايه الصير هي مهمة يحولها الماضي نسقل شويش راح معنا اوكي بعد بس سؤال الثاني شغالنا فرع بي اللي راح يجيبونكم الاختيارات راح يجيبونكم موضوع الضروة اللي هي المصد والهاف تو والمي تو الى اخر طلافنا الى اعزاء حلينا نحسوا لكم ان شاء الله و هي ان شاء الله حسواء حسواء لكن خلينا نحسوا لكم يا حام يعني ان الاخير الجمل اللي موجودة عندكم بالكتاب ما تقدر تطبق عليها القواعد يعني نجعل المصد بحالة ان في مصند تأتي مع القواعد والقوانين من اجل اريد اطبقها على ذن الجمل ما ترحم هذن الجمل بالكتاب تقدر نسميه الشراء في حالات خاصة شنون اتعامل وياهم اتعامل وياهم شراء في حالة المثبت بحالة المثبت راح تلقي عبارات مثلا اتعامل وياهم شراء طيب هاي في حالة المثبت في حالة المفي اللي ههنانا تلقي عبارات واللي وهي pick up أو go to patrol station go to patrol station النار عندنا الليتة أو الليت والسموك هذان هي راح يجرنا في حالة المصمت شلون؟ خلينا ناخد مثلا سنة مسلمين اللي هي 2016 أي سنة تخطروا بالك هالي 2015 عدنا من ايش على هاي الجملة؟ هاي الجملة هنالا عندنا seat build و احنا قلنا لكم انه كلمة seat build تجينا في حالة المثبت اللي هي المصد أوكي وهكذا تشتغل عليهم ذنب جمل طيب سلاد وذا جابونا جمل خارج المنهج هااوو اذا جابعوكم جمل من خارج المنهج هسا تبقوا عليهم القوعد شتقول هاي القوعد؟ بتقول القوعد في حالة العقوبة راح نستعمل المصد في حالة الظرورة ضرورة ما بيها عقوبة يعني مثلا الأكل الأكل ضروري حتى تتعيش بس بحق راح يعاقبك على الأكل راح نستعمل الهاذ 2 في حالة الحاجة محتاجها بس ما راح تموتك هاي الحاجة نستعمل ميذ 2 وحن نسلل شلون يعني بالطلق ما فتهمنا فقال نفهم عليها مثلا عندنا جمال الوزارية اللي يجن والراحم هنا مني يقولي تاكسي خلنش راحة بالكامل يقول يو قيدني ألف أنت تعطيني توصيلة التاكسي مو عقوبة يعني أنا ما تصعد التاكسي مني يعاقبني ولا ضرورة عادي أمشي أو أخذ أركب الباص بس هو حاجة يعني قرأت خلعنا في نستعمل مميزة نيبتو في حالة أن في نيبتو هيا السين هيا مميزة ماذا تريدين أحني حالة بي اخذ حلب احد احد قبب قببب أولا عليك أن تتعلمي الوروزار نحتاج الوروزار أحكمي لانه لنأحكمي الوروزار يعني الوروزار زالي انتقلا انا انا احتمال حسنا ان تجد المسيح لن تجد المسيح هنا انا منقل لي اذهب الى السورمارت منقل لي السورمارت في السورمارت منقل لي ستعمل جملة الوراها منقل لي الريفار جمب ريس سيجنال السائق ضرب الاشارة الحمراء حتى لا يحتاج نكملها من يد السائق السائق علي عقوبات ليش هو مضروري او حاجة لا مضروري او حاجة علي عقوبات السائق فنستعمل المصنت وهكذا تشتغلون هذا الموضوع على عمر طلابنا سنتوقف لهنانا ما عدا بعد شي مهم هذا كل اللي نقدر نقللكم به وان شاء الله باشر او عقبرا سنشركم الفصل الثالث شكرا جزيلا شكرا